بالعودة إلى جادة أطلق حكم إقليم شلل الأوسط عزيز محمد صالح أحمد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقرتي كيميدي وكان ذلك بحضور عدد من المسؤولين الإداريين والعسكرين والتقليدين محمود موسى الفيل في إطار مكافحة أمراض شلل بإقليم شلل الأوسط حيث قام حاكم الإقليم عزيز محمد صالح بحضور عدد من المسؤولين الإداريين والعسكرين فضلا عن المدنيين والتقليدين وذلك بإطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بقرية كامديري في الكلمة التي ألقاها المندوب الصحي لإقليم شهري الأوسط دكتور يام ماجي أليانس جيم تنجار مقدما الشكرة لكل الذين شاركوا في هذه المناسبة وخصوصا أولياء أمور الأطفال واحتمامهم بتطعيم أطفالهم ضد شلل مذكرا بأن داع الشلل ليس له علاج سوى اللقاحات التي توضع في فيها الأطفال والتي تحمي من الإعاقة المزمنة عقب ذلك قام الحاكم وبعض الإدارين بإطلاق الحملة ومن ثم تحدث حاكم إقليم شهري الأوسط عزيز محمد صالح والذي مدح سكان المنطقة على خروجهم بكثرة لتطعيم أطفالهم ذلك ما يعبر مدى وعيهم وحرصهم على حماية الأطفال من الشلل داعيا السلطات العسكرية والمدنية والتقليدية على ضرورة توجيه السكان إلى الأصلح والاهتمام بصحة السكان وختم الحفل بوطع عينات من اللقاحات لعدد من الأطفال الذين قدموا من بعض القرى والمناطق المجاورة لمدينة سار وذلك للمشاركة في حملات التطعيم ضد شلل الأطفال ونذكر بأن عدد الأطفال الذين يتم تطعيمهم في هذه الحملة 2500 طفل وطفلة